هسا قد بشوية شفنا الادرس اللي هو سمينا الالن برادلي ادرس فورمات طريقة كتابة الادرس نسميها الالن برادلي فورمات نجي هسا هنان ادي يحكينا عن شنو معنى البيت لفول وشنو معنى الوورد نحن قلنا البيت لفول هذا الرسم هسا اول واحد هذا اللي هو يخص البيت واللي يخص الوورد لفول اللي هو الرسم او الدياقرام بي نجي للدياقرام اي شوفوا شنو عندي هسا هسا عندي هذا الرسم اللي هو العام الجنرال كبلوكات التو ركتانجلز هي الانبوت والاوتبوت موديول والسكوير المربع المنص هذا هو السي فيو اذا عندي انفت موديو CPU انفت موديو من احدث نفسه ما اقول الى الاسم ما اقول انه ماذا اقول انه ماذا اقول انه الاسمتين لا نقول انه المامورى جزء يخص الممورى قلنا المامورى في جزئين جزء يخص الادرس والداتا والجزء يخص البروغرام فايل او ايضا الادرس عندي 2 امبوتات اثنين داخله عندي على المودول الامبوت نمبر وان اللي هو دا نشوف انه هو عباره عن يمكن بوشبوتهم او معرف شوش نسميه مغلق مغلق واللي بعده هو سويتش معين او هو اللي هو دا نسميه ميتر الانالوج اوتبوت اللي هو الامبوت نمبر 2 شوفوا الامبوت شم عمبرين عنه قائلين واحد وان اوبر زيرو بما انه هو دا نقول هو هذا البسط البيت لفول البيت لفول يعني يكون لو زيرو لو وان يعني الامبوت اللي هو حيكون عندي وان نمبر وان زين او مثلا يبين راكس لو وان او كذا يكون بعدين سلايش والقيمة ماته لوجيك زيرو لوجيك زيرو يعني كلوز زين الامبوت اللي هو الثاني اللي هو حيكون وان سلايش وان ايضا اللوجيك وان معناها سيكون او بن او مكتوب كل واحدة من هاي الامبوت راحت لي على فد اه كنكشن معين بالموديوم من هاذا الكنكشن راح الى الكنكشن ايضا موجود ويا الاسي بيو موجود خاص للامبوت فنقول الامبوت اللي هو الوان اوبر زيرو اوبر زيرو العفو او او وان اوبر زيرو يعني وان الاسلاش زيرو يعني الزيرو هو رقم واحد وان بعني هالي هو رقم اثنين فذا يقولي هنان الامبوت اللي هو وان سلايش زيرو لوجيك وان قيمة لوجيك وان و الثاني قيمة لوجيك زيرو هذا ينطيني لوجيك وان هذا ينطيني لوجيك زيرو وعندي ايضا هنا اووتبوت اللي هو على ثلاثة او على الره او سلوت نمبر ثري للاوت اللي هو يكون عندي بعده لوجيك زيرو احيخرج وايضا يخرج لي على الاوتبوت زين كل واحنا من هذه الامبوت بالداتا فايل مرتبطة بايضا الجزء الخاص بيهم بالامبوت هذا الادرس الخاص بالامبوت يعني الامبوت اللي دخل عندي على وان سلاش زيرو يروح على نفس المكان بالفروغرام فاي شوف شنو الانستركشن موجود عندي على اساس هذا الانستركشن ينطيني لوجيك وان او نسيرا فانطاني لوجيك وان هنانا نشوف من الشريب الاخضر يعني هذا مشتغل والثاني واحد لوجيك زيرو يعني هذا وانيشتغل وانيضا ينطيني الاوتبوت يكون رنزة ايضا عشوك القوسي نجي للورد لفول ادرسيك الورد لفول ادرسيك هسا هذا الامبوت موديول الموجود عندي نفسه ده نقول الامبوت موديول عندي بيه اثنين امبوتات اثنين واحدة الاول واحدة على الثاني شوفوا الادرس طالقة كتابته اي امبوت فايل نمبر زيرو بعدين نقطة الرك نمبر تو مثل ما الطريقة اللي اتعلمنا بيه هاي الامبوت دين طريقة كتابة الاوتبوت ايضا اوتبوت زيرو الرك نمبر تو و اس قروب نمبر زيرو هذا اللي هو الاوتبوت الامبوت زيرو والاوتبوت زيرو لانهو على فايل نمبر زيرو دين احنا عندي البرسيسر عندي الزيرو والوان والانالوج موديول اللي هو التو شوفوا الادرس قلنا يتكون من التايف او او اوتبوت اللي سلوت بعدين الورد بعدين البت البت اللي هيو نوت يوز احنا البت ما مستخدمين لان ما عدنا سلاش كذا فما استخدمين البت هاي بالنسبة المن بالنسبة للامبوت بالنسبة للآتبوت الآتبوت ونmee نجي له type of input output modules و نحن نحن نسميه دجتال المستكمن type of input output interface module إنه المستكمن دجتال this type of interface connect field input devices هذي راح تربط للـ input output devices ان هي تشتغل بحالة الـ on-off فقط nature مثل شنو مثل الـ input شنو عندي يشتغل فقط on-off مثلا selector switch push buttons limit switches الى اخر زين الـ output control is limited to device such as الـ output ايضا يكون عندي ايضا 0 or 1 on or off مثل شنو مثل الـ lights relays and solenoids and the motor starter that require simple on-off switching فقط each discrete input output module is powered by some field بعض لازم يكون مجهزة بمصدر voltage source since these voltages can be different magnitude or type الـ input output ايضا هح يكون عندي قيم مختلفة من يستخدم قيم مختلفة من الـ AC و DC voltage ratings زين عدنا هذا بلوق دياغرام للـ one-onput of typical alternating current AC discrete input module the output circuit is composed of two basic sections اذا الـ input circuit تتكون هاي شوفي الـ block diagram موجود عندنا اللي هو راح يتكون عندي مصدر IC مربوط على الـ input وديدخل عندي على المواد ديور الـ input اللي هو بين الـ L1 والـ L2 عندي مية وعشرين voltage والتي هي الـ input signal راح تدخل عندي على الـ two blocks اللي هي الـ bridge rectifier اللي هي الـ power section والـ logic section الـ optical isolator is used to provide electrical isolation between the fields wiring on the PLC back plan internal circuit إذن جزء الاساسي يتكون عنها المودول اللي هو جزء الـ power وجزء الـ logic قلنا دائما يكون عندي بيناتهم لازم optical isolation حتى يحافظي على المكونات الداخلية مع الـ circuit الداخلية مع PLC the input turns leads on or off the digital signal to the processor or on-off indicating the status of the input device logic circuits process the digital signal to the processor الـ internal إذن عندي الـ اللي راح يصير انه راح يدخل عندي الـ power أوكي لهم يتكون من الـ projectifier وزير و diode level detection فبعدها إذا الـ LED صار عندي on احنا قلنا الـ logic circuits وهذا الـ LED اللي هو indicator يعتبر الـ indicator لحالة الـ input يعني إذا اشتغل يعني هذا عندي logic 1 وإذا ما اشتغل يعني عندي هذا logic 0 و راح يترجم لي هال حالة هذي حتى يتروح بالتاني الـ input راح يروح للـ processor فاقلنا إذا اللي تصار on الـ logic circuits راح يصير بروسسينج لهذا الـ digital signal للـ processor و الـ internal PLC control circuit certificates عادة الـ دائرة داخل الـ PLC تشتغل على قيمة بولتية مقدارها 5 voltage DC أو قيمة أقل من إنهم الـ analog modules input outputs circuit of this type sense أو drive analog circuits من اسمها نعرف يعني شلو معناته الـ analog analog inputs مثال على الـ analog inputs عندنا thermocouples Citrain gauges pressure sensors حساسات البغض that provide signal voltage يعني تطينا مجمونا عن رينج من القيم ما عندي فقط on or current that is derived from the process طريب standard analog input signals عادة الـ input signals standard ماات يكون بين 20 24 إلى 20 ميلي أمفير كتيار وكفوتية من الصغر إلى العشرة الـ analog outputs أيضا ناخد مثال عن الـ analog outputs can be used to drive devices such as مثل شنو الـ applications نستخدم لها الـ analog voltmeters مثلا x-y recorders servomotors drive and valves through the use of transducers أيضا standard analog output signals standard analog output signals من 4 إلى 20 ميلي أمفير أيضا هم من الصفر إلى الخمسة volt و أيضا إلى 10 ميلي أمفير و أيضا إلى 10 ميلي أمفير basic type of analog input output modules has shown in the future هال إجاة الرئيسية للـ input output modules اللي هي analog input and output to the PLC هذا عندي PLC متكون من الـ analog input module والـ analog output و أيضا بيناتهم اللي هو الـ processor و عندي مثلا هذا الحساس عندي اللي هنا اللي هو level transmitter يقيس نسبة أو المستوى المساء اللي موجود عندي هذا gauge و أيضا الـ output يكون عندي على شكل indicator أو مؤشر يحدد لفت قيمة وعينة analog input modules normally have multiple input channels إذن عندي بي أيضا ممكن يكون multiple عدة تونالات ممكن يستخدمها 4 8 أو 16 devices ممكن نسيطر أو ممكن نتعامل أو نربط 4 2 أو 16 devices to be interface to the PLC the two basic types of analog input modules اللي هي voltage sensing والcurrent إذن نوع الرئيسي عندي للـ output modules حساسي للفولطية والحساسي للتيار أنالك أنالك سنسور تقوم بالفضل المختلفة على قيمة وطاق وطاق أو نتعامل المبدأ أنه الأنالك سنسور سيتحسس في القيمة معينة بعدين هذه القيمة التي تحسسها اللي قاسة سيحولها إلى بولطية مكافئة لهذه القيمة حسب رنج معين يكون موجود الكون physical quantities measure Y PLC analog modules include عادة المقادير الفيزيائية اللي ممكن نستعمل لها الانالوج modules اللي هي temperature حرارة speed السرعة speed level مقياس السرعة أو مستوى السرعة flow جريان weight pressure ضغط and position و الموقع و اللوكاتي for example a sensor may measure temperature over a range or temperature من صغير 500 degree centigrade and output a corresponding voltive signal that varies between 0 and 50 ميلي volt تمام